اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا العربي وتهدد امنه واستقراره وتعيق نمائه وازدهاره وناقش اصحاب الجلالة والفخامة والسمو التقارير المرفوعة من الامانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والامنية والاقتصادية واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الاعمال وحث القادة حفظهم الله مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي مؤكدين على همية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الامن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في ارساء السلام وهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والامن والسلم الدوليين واعتمد اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اعلان البحرين والذي اكد على ادانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما ادت اليه من خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة ودع القادة الى اتخاذ اجراءات فورية لتحقيق وقفا دائم لاطلاق النار في قطاع غزة واطلاق سراح الرهاء والمحتجزين والسماح لتدفق المساعدات الانسانية من اجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع واكد اصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة على ضرورة التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة واكد القادة على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية الشقيقة وانهاء كافة النزاعات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أكد القادة على همية تعزيز قيمة التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومكافحة التطرف وقطاب الكراهية والتحريق والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما اعتمد أصحاب الجلال والفخامة والسمو المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين أولاً إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل ثانياً التحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين ثالثاً توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة رابعاً توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات خامسا تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وسوف تبادر مملكة البحرين بصفتها مقدمة المبادرات للعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأمان العامل لجامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة وقد أشرت في كلمتي أمام اجتماع وزراء الخارجية التحذيري للقمة إلى تشرف مملكة البحرين باستضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما بذلته من جهود مخلصة خلال رئاستها للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية كما أشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمسؤولين في الأمان العامة والمنظمات العربية المتخصصة على جهودهم المقدرة لإنجاح أعمال هذه القمة ونظرا لطبيعة التطورات في قطاع غزة فقد صدر عن القمة بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح وما نتج عنهم من نزوح وصعوبات كبيرة في إرخال المساعدات الإنسانية وسوف أتلع لحضراتكم فيما يلي نص البيان ديان القادة العرب في كمة البحرين حول العدوان على غزة نحن القادة العرب ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وانهى كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح كما ندينه بشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة نزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجران التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر